الأهلي بعت جواب مبارح للاتحاد الكرة في الجزئية ديت بيقولوا يا اتحاد يا موقر احنا في 29 يناير من قد ايه 29 يناير دي شهر نوي يعني 60 يوم 50 يوم قبل مطش الأهلي وبيراميز بعتنا قلنا لك عايزين حكام أجانب من المستوى الأول يكون لعب كاس عالم يكون لعب بطولة الأمم الأوروبية أو دوري أبطال أوروبا في المستوى الأول وقلنا لك عايزين ده المطش الأهلي وبيراميز اللي هي مباراة الأهلي ومطش الأهلي والزمالك اللي هي مباراة الأهلي وبعتنا الفلوس المطلوبة مننا اللي انت سيادتك محددها تلاحظ لنا ان انت كان عندك الوقت الكافي جدا ان انت تستخدم حكام من هذا المستوى المطلوب اللي انا دافع تمنه واللي المفروض ده إجراء عادل وطبيعي ويكفل حفظ حقوق كل الأندية المتنفسة لكن لقيناك في مباراة الأهلي وبيراميز ما عملتش كده خالص بل حرصت ان انت تجيب مستوى غير اللي احنا متكلمين فيه واللي احنا طالبينه واللي احنا متفقين عليه من شهرين فاته فعايز اعرف ايه السبب يعني بينه بينك ياريتنا مطلب ايه الظروف ده بالمناسبة الحاكم اللي تم اختياره لمباراة الزمالك وبيراميز حاكم نرويجي هوجو نيلسون منزلش المنطقة العربية قبل كده واحنا لما بنقول منزلش المنطقة العربية مش معنى مش طعنا في حد لكن درقا لأي شبهة انتو اللي زعلانين النازل اللي طالع تقول لا طب ما هو الدور السعودي بيجيب افضل الحكام ياسيد على عين وراسي والله بيجيب حكام من النخبة يحكموا مطش ويمشوا يحكم مطشين ويمشي لكن حكام مقيمة في الدور السعودي تجيبها للدور المصري في ظل هذه المنافسة لا سيادتك في منطقة تانية خالص منتاش حريصة على درقا اي شبهة على تطلق يعني السؤال بقى للكابتن عصام عبد فتاح انت بتنام كويس يا كابتن عصام انت شايف ان انت اللي بتعمله ده صح يعني لما انت النادي الاهلي من بدر بيقول لك هاتلي حكا من تروح عامل عكس يعني زي ما يكون مقصود السفزاز النادي الاهلي انا المرة فات قلت ده بيطلع لنا لسانه وهو فعلا بحقيقة بيطلع لسانه تعرف هو لو جاب برضو من كرواتيا وسيربيا وبنفس المواصفات لماتش البرمز والزمالك رغم ان الماتش ده بتاع مين بتاع بيرامد يعني كمان لو جابه يعني انما يبقى ماتش انا وانا اللي دافع فلوسي تجيبوا بالمواصفات اللي انا مش اللي ما طلبتهاش انا مش طلب حد بعينه ولا من دولة بعينها انا مطلب مستوى مستوى مواصفات فمسألة بقت واضحة زيانة مكشوفة ايو يعني موسيقى موسيقى